وخلال المؤتمر الصحفي أوضح مدبولي أن 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يكون لمحطات الكهرباء لتوليد الطاقة وأشار مدبولي لأن الدولة تعمل على استبال الغاز الطبيعي بالمزد المصنع محليا في عدد من محطات الكهرباء أكثر من 60% من إنتاجنا من الغاز الطبيعي بيذهب إلى محطات الكهرباء عشان تولد الطاقة الكهربائية التي نستخدمها في حياتنا كلنا وده طبعا شيء يدعونا للتأمل وأن احنا نتوقف عنه لأن كل ما حنقدر نرشد من الغاز الطبيعي اللي احنا بنديه لمحطات الكهرباء كل ما هيبقى عندي فرصة أن أنا أصدر أكتر وأن أنا أقدر أن أجيب عملة صعبة أكتر عشان كده يمكن تحركنا من أكتوبر الماضي بخطوة أن احنا نظرنا إلى محطات الكهرباء اللي عندنا اللي يصلح أن احنا بدل ما أن احنا نوفر لها الغاز الطبيعي نوفر لها مازوت اللي احنا برضو بننتجه محليا بحيث نستفيد أن كل وفر حنقدر نعمله ناخده وكفاءة وأن احنا نصدره للخارج ترجمة نانسي قنقر